يعني أنا عايز برضو تكلم على بقية زمالي أكثر شوية ما بتكلم يعني عن نفسي لأن صراحة المجموعة اللي موجودة دلوقتي في النادل أهلي سواء مدربين أو كمان اللعيبة اللي موجودة هي مجموعة هيلة الأعمار لما تيجي تشوفها كافتن إسلام هتلاقي عندنا أعمار من أول 15-16 سنة لغاية كافتن سيد لاشين طبعاً دلوقتي 42 سنة فأنت بتتكلم على أعمار متفاوتة كله بنفس الروح كلما بينزل على الطاولة بيقى فيه قتال غير عادي وده في الآخر خالص اللي قاعد بره بيحاول يساعد اللي بيلعب اللي قاعد على الدكة بيحاول يساعد اللي بيلعب أكن هو اللي بيلعب أنا عايز برضو إن شاء الله جماهير النادل أهلي تشوف المتشط بتاعتنا في النهائي وإحنا بنعب قطر القطري في الأردن لما تيجي تشوف بعد لما ربنا وفقني وكسبت روبرت جاردوش المصنف رقم 18 على العالم وتشوف اللعيبة جريت زي روبرت ده جامل جداً الأول ده حاجة يعني كان صعب جداً إنه أي حد يكسبه لأن هي بالنسبة لنا هم بيجيبوا لعيبة بس دايماً كانوا بيجيبوا مثلاً لعيبة من أول 40 أو الأول 50 على العالم لكن أول مرة هم يجيبوا لعيبة مشهورة بالشكل ده لأن هي البطولة بجد فرق معها وإحنا لما هو جيه إحنا كان استعدادنا مختلف تماماً هي البطولة كان طبعاً توقيتها كان بعد الأولمبيات على طول وده كان يتميزة لنا كلنا كنا جاهزين كلنا كنا بدنياً فورما فلما رحنا هناك ربنا كرم وأنا ممكن لعيبت ماتش من أفضل مشارات اللعبتها في حياتي أنا لعيبت روبرت جاردوش أربع مرات خسرت الأربع مرات لعيبته مرتين في الدولة الفرنسي ولعيبته مرة في طولة العالم ومرة في يو اس اوبي أربع مرات خسرت أول مرة كسبه كان وإنا بلعب مع الناد الأهلي فدي كانت حاجة بالنسبة لي عمري ما هنساها وبالنسبة لي كمان هو الماتش الأغلى فوق السنة دي الحمد لله في البطولة العربية